السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم نشارك معكم. فيدزا التركية بحجم صغير. كتجي طبا وكتجي بنينة والديدة. بحشوة معلكة. والمقادر مضبوطين باش ننجح معاك وتجيكي. ناجحة. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم. ما تنسوش دائما الاشتراك في قناة المسفيوية. والضغط على زر الاعجاب خلو لي تعليق. ولايك لعجبكم فيديو وشاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديركم. ندوزوا المقادر والطريقة في نفس الوقت. في العجانة يمكنك تدري غير قصرية وتعجنيها. كاس دي المدافي معلقة كبيرة دي الخامير الفورية معلقة صغيرة دي السكر السنيدة ومعلقة صغيرة دي الملح. كنخلط الخاليط بالخلاط اليداوي. وكنخلي هاد شي تفاعل مبعضيته. بمدة دي الواحد عشر ديال دقيق. حتى كت اه تفاعل دي الخامير مع السكر. من بعد كنضيف عليها بيضة. كنضيف معلقة دي الحليب مجفف. ملقة كبيرة دي الحليب مجفف. ومعلقة كبيرة دي الزيت الزيتون. والدقيق كن بنزيدوه بشوية بشوية هنا يضفت درت كاس ونص ديال الطحين. كنخلط وكنزيد. عنزيد او تاني كاس ونص اخر. هي في المجموعة تلاتة الكيسان. تلاتة الكيسان اول مرة كان عبر الطحين ما كانش كان عبره. غير كان اه ندير عيني ميزاني كم دي نخلط حتى كانت منحصل على العجينة تكون تلصق في الليد بش تجيكم هاد اه هاد البيزا بيزا ناجحة خاص العجينة تكون كتلصق في الليد. هنا يزيت شوية دي الزيترة حكيته بين يدية. ولا الزعتر من انا درت الزعتر مش الزعترة حفوا. الزعتر كي يجي زوين حسن من الزعيطة الزعيطر كي يجي واحد ما ضغم ما ما زوينش. صفيد لك تهم زيان وكتولي القوام ديالها هو هادا كتكون عجينة اسفنجية. على هاد القوام كتشوء من كان هزا كتلصق ليه في ديها. هندر شوية ديال الزيت باش نحيدها من هديك العجينة ونخليها تختامر اطول مدة ممكنة. هنا في المقلعة درت البصلة اه شوية الملح شوية الابزار والفلاة في الالوان. ضفت عليهم الكفتة. هنا يخلط الكفتة ديال اللاداند والكفتة ديال الحم. وكنقلي العناصر مزيان. غير كنخليهم غير يتقلى وما كان نخليش ديك البصلة والففلة يطيبهم مزيان. باش يبقى ومحافظة اللي يعدو كلوينة ديولهم. وكنخليها على جانب كتبرد. بعد ما اختامرت العجينة تكون على هاتي الشكل. اختامرت مزيان. كنديري دييف شوية ديال الزيت. وكنزول العجينة من الاناء اللي عجينت فيه. وكنشكلها على شكل كويرات. هنا يدرت سبعة الكويرات. يمكن لك بدري حجم صغر من هذا اللي يدرت اعنا. يخرج ولك ثمانية البيت زيت. حجم متوسط. كنستعين دائما بشوية ديال الزيت في ديال وكندير كويرات. كنستعين بالطحين كناخد كورة منذ الكويرات. وكنستعين بالطحين لانها شوية رطبة. دائما كندير الطحين باش ما تلصقش ليه في على سطح العامل. كنستعين بالمدلك كنتشكلها على شكل طولي. تكون نرقيقة لانا بغاعت نفخ في الفران فيها الخميرة. كندير آآ على شكل طولي وكندير في الجانب. فروماج. حكوك. على هاد الشكل. وكنحاول انني كنغطي هادك الفروماج. بديك العجين. كندور عليه العجينة. وكنضغط بصبائرة دا غيك كتلصق. لان ما فيها لزيت لا ما فياش الزيت. كتلصق دا غيك. غير طحين هو اللي استعنت بيه باش ارققتها. وكنحاول كنهزة ونحطها. ما نعمرها ما ندير فيها الحشوة. حسا كنكملهم كاملين. حياتش لدرجة الحشوة. قبل ما نديرهم في الطاوعة تعدبني في الهزان. حسا كنشكلهم كامل على شكل قوارب. وكنحطهم في اللاطة. عادش كنعمرهم. كنعود معكم واحدة. كنتشوفوا العجينة نارة ناجحة. وفي ذلك البويلات. يعني مدلوكة وخيضوا وقتها في الخمورية. بيتزال بغيتوا ناجحة اعطوها الوقت في الخمورية تخمر. حسا لثلاثة سويع. را كتجيه شيشة. وكتجي ناجحة. وبالنسبة الفروماج. اي فروماج يمكنكم تديره. انا ندرت هنا دكة ديال. اه هو ديال مد زاريلا والكي كتكون مكتوبة فيه. بيت زاريلا. هادا قولي كيكون مطاطي وكيديرو همين سناكات. يعجينا فيها الزعتر. والصوص ديال الطومات اللي محضرة في الضار حتى هي فيها الزعتر. كتعطي واحد اللي بيننا زوينة. في البيتزا. من بعد ما كملتم كنتكهم بفورشيت. ونحاول نضغط على دوك الجوانب. بالفورشيت باش ما يتحلوش ليه في الفران. على ديال شكل. وكندير الحشوات ديالي. سلصة طماطم. نحاول نوزعها. الفران هنا يكون مشعول. من فوقه ملتحت على درجة حرارة مرتفعة. ندخلو الفران البيتزا الفران. من بعد كنت تفور فوقيني. وكنخلوه العافية تكون مجهدة شوية. باش يتنفخوا لي هذه البيتزا. ويقوموا بخفاف. ما تنقطوش البوطة بالزاف. ولا الفران ديال الدو. وتخلوهم يقوموا كارمين. يقوموا قاسحين. خصدروا الفران يكون شوية مجهد. باش يجيكم ببيتزا ناجحة. من بعد من كتابلية العجنة من التحت. كان شوفها تحمرت. كانت شارع لها من فوق. هنا يدرت الخليط اللي عادي ديال الفلافيل والكفتة. من بعد ضفت الزيتون كحلب. ودرت الفروماج. مزاري اللي من الفوق. ودهنت الجواني بصفار بيض. صفار بيضة مطرب مع شوية ديال سلسلة السوجة. ولما كانت متوفرة سلسلة السوجة. غير بيضة. كنخفقها وكنضف لها شوية ديال الخل. وكندهن بها الجواني بديال بيزا ديالي. وكان الرش. الججلان الابيض. ولا البافو. ولا الججلان العادي. وكندخلها الفران. كتجي بيزا روعة. وكتتحمر وكتجي من قرب لها من التحت. وارطبة من الفوق. كتجي معل لك بديك الحشوة ديال الفروماج. من بعد ما خرجها من الفران كتجي لها ديالشكل. كتجي مهوية من الداخل ما كيجيش في هدك وخاتك نكون تانية هدك الجوانب. كيجوا مهوين. كيجوا خاوين من الداخل وكيجي فيهم هدك جبن معلك. نتمنى الفيديو يعجبكم البنات وتجربوها رزوينة. والمادة قدرها رائع. نتمنىكم تجربوها. وكنتمنىها تعجبكم ان شاء الله. بالنسبة للحشوارة كتبقى اختيارية. اللي بغي يدير اه لا ديند ولا تديري الحوت. باش مما درتيها المهم كتبقى العجين هي الاساس ديالبيتزا. باش دينا عجين رطبة وتجي خفيفة. هذا وشكل ديالها مني خرجت من فران. الى عجبكم الفيديو والبنات بغطاجة وما الاصدقاء والاحباب ديالكم. دمتم في رعاية الله وفي فيديو اخر ان شاء الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.